تلعب الحلول المالية التقنية دوراً ملحوظاً في تحريك عجلة قطاع البنوك وذلك في ظل توجيه نحو تسريع أعمالها وتقديم الخدمات البنكية بدقة إضافة إلى سعية في التقارب مع عملائها من خلال التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة من هواتف ذكية وشبكة للإنترنت على وجه الخصوص الحلول التقنية صارت مهمة جداً في كل أمور الحياة فما بالك في الأمور المصرفية ففي الأمور المصرفية طبعاً صارت البنوك تتخذ الخطوات في تطوير تقنيتها من أجل تحديث أجهزتها ومن أجل أنها تقدم خدماتها بشكل أفضل لعملائها ومنها طبعاً عن طريق استخدام الهواتف الذكية أو عن طريق الكمبيوتر ولم تقتصر الحلول المالية على تقديم أفضل الخدمات بل كان للحلول الأمنية الخاصة بقطاع البنوك حصة ونصيب من حجم الإنفاق على هذا القطاع وذلك عبر أتماتة عملياتها والحفاظ على معلومات وبيانات العملاء وأتشير تقارير عدة إلى أن الربع الثاني من عام 2013 شهد زيادة في حجم المخاطر المتربصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وذلك بنسبة بلغت 29% عن الربع الأول هذه منطقة مهمة كل المسؤولين في المصارف قلقين بشأنها أمضينا الكثير من الوقت وأنفقنا الكثير من الأموال لتوفير الأمن للبيانات والحسابات المصرفية للأفراد اليوم 25% من الميزانية المخصصة للحلول التقنية تصرف على تأمين وحماية البيانات المصرفية منصات عدة لتبادل الخبرات سعت من خلالها البنوك في ظل التنافسية بحث أفضل الحلول الذكية والتقنيات الإلكترونية سعيا منها في زيادة وترقية خدماتها للعملاء وذلك بهدف الحفاظ على ولائهم والذين يتطلبون خبرات مصرفية أكثر تخصصا وملاءمة السعي في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية الإلكترونية باتت اليوم خيارا لا بدلا عنه وذلك في ظل التنافسية التي يشهدها القطاع البنكي خالد الملاس كاينوز عربية دبي